اشتركوا في القناة تتبع ملاحية اليوم الخميس الاستعراض الامريكي بنشر حاملات طائرات جديدة في البحر الاحمر اظهرت مواقع ملاحية هبوط جديد لطائرات امداد عسكرية امريكية انضلقتنا الامارات على متن حاملة الطائرات روزوفيلت في وقت سابق الاربعاء ويحدد الموقع حبوط الطائرة على متن روزوفيلت في المحيط الهندي كما تظهر مواقع تتبع اغلاق روزوفيلت لاجهزة الارسال والاستقبال بعد ذلك لاخفاء موقعها من جانبه نشر خبير امريكي متخصص بالشؤون العسكرية بالشرق الاوسط وافريقيا صورا يؤكد فيها بان حاملة الطائرات الامريكية روزوفيلت موجودة حاليا في المحيط الهندي ونشر موقع مينش اوسينت صورا لموقع الحاملة الامريكية وهي تبعد نحو 3000 ميلا بحريا عن اليمن معتبرا الخضوة بانها تحكس فزع القوات الامريكية وكانت القيادة المركزية للقوات الامريكية كالزعمة الاسبوع الماضي اعادة روزوفيلت الى البحر الاحمر بعد عدة اسابيع على سحب حاملة الطائرات ايزين هاورت التي تعرضت لسلسلة هجمات يمنية في البحر الاحمر وتعكس المعضيات الجديدة حجم المخاوف الامريكية من استهداف روزوفيلت خصوصا مع اعلان اليمن دخول اسلحة جديدة من زورق ضوفان المدمر وصاروخ حاضن تو الذين حققا اصابات دقيقة خلال تجربتهما في مسافات بعيدة في البحر العربي والمحيط الهندي اشكركم على حسن متابعة والاسقاء لا تنسوا الاعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته